فيما يتعلق باحتمال التمديد لقائد الجيش من خلال قرار لمجلس الوزراء فالواقع أن مثل هذا الاحتمال يصطدم بنصوص القانون التي حددت السنة القانونية لقائد الجيش وبالتالي لا يمكن أن يتخطى مجلس الوزراء القانون في هذا الخصوص وإلا يكون قراره مخالفا لأحكام القانون كما أن التمديد عبر قانون يقره مجلس النواب يصطدم بعقبتين أما العقبة الأولى فتتمثل بأنه لا يجوز التشريع في ظل الشغور في سدة الرئاسة إلا في حال الضرورة ولا يدخل مثل هذا القانون في نطاق الضرورة مدام أن هناك حلا آخر منصوصا عليه في قانون الدفاع الوطني والمتمثل بالمادة 39 التي تدعو إلى إناطة الإمرأة بالضابط الأعلى رتبة وأما العائق الثاني فهو أن أي تشريع يفترض أن يتسم بصفة التجرد والعمومية ولا يجوز أن يكون مفصلا على قياس شخص أو أشخاص وإن كان ظهر بصيغة توحي بالعمومية ما دام أن مقاصده ومراميه مفصلة على قياس شخص